اشتركوا في القناة اظننا ان اختيار هذه الفترة المبكرة لخطورتها واهميتها في بناء الطفل ومع ذلك يقع منا التقصير والاهمال ظننا ان الطفل بعض صغير ما يفهم والحقيقة كما المحنا من قبل عكس ذلك تماما هذه السنوات الاولى من الطفولة هي الاساس لكل حياة الانسان بعد ذلك ولذلك يا احبة اخترنا ان نتواصى في كيفية التواصل البناء الحسن المثمر مع هذه الطفولة المبكرة في اللقاء الماضي توقفنا عند تساؤل البعض منا كيف نتكلم مع هذا الطفل وهو لا يزال صغيرا ربما لم ينطق بعد ربما تستغربون لو قلت لك نعم نحتاج ان نتكلم مع الطفل حتى لو كان في المهد حتى لو كان بعده ما نطاق وافصح وتكلم تعرفون ليش نحتاج ان نفعل هالشي ايش رايكم صحيح اولا لان هذا الطفل يفهم ويعقل ايش درجة هالفهم الله اعلم ما بعرف لكنه حتما ينتفع بهذا الحديث معه ولعله يخزن كل شيء يسمعه بل كل كلمة وكل ضحكة كل ابتسامة وكل مناغاه كلامنا مع الطفل يا احبة في مهد الطفولة يغذي هذا العقل الصغير في حجمه الكبير في قدراته على الاستيعاب هذا العقل جاهز لأي شيء الكلام مع الطفل فرصة لبناء جسور تواصل لبناء علاقة محبة ورحمة محمود بن الربيع تذكرون عقل مجهة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن خمس سنوات اليس كذلك؟ اذا ابن خمس سنين يعقل وعقله مثل جهاز الحاسب يحتاج الى تغذية ويحتاج الى برامج وهو جاهز لاستقبال كل ما يرد الى حواسه ولذلك اكبر خطأ ممكن نقع فيه ان نهمل الطفل في هذه المرحلة المهمة التصولة المبكرة ونزيد الطينة بالله حينما نترك غيرنا هو الذي يغذي هذا العقل النهم في هذه المرحلة سواء كان التلفاز او الخادمة او حتى الروضة يا احبة لا يمكن لأحد لأي احد ان يقوم بدورك كاب ودورك كام دور البيت اساس وبدون اهتمام حقيقي واهتمام صادق من الاب والام سيكون اي خيار مستاند كاختيار المدرسة او اختيار مربية لن يكون فعالا هم البعض مننا هو كيف يدبر هذا الطفل خلال وقت العمل اذا كان يعمل الاب والام مثلا يعني المسألة في حقهم عبارة عن مشكلة كيف بدوا يحلها مسكين هذا الطفل يدفع الثمان بسبب تفريطنا في هذه المسؤولية الحديث مع الطفل كان من هدي النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم احيانا كانت ملاعبة واحيانا تعليما وكل ذلك تعليم يليت مع بعض انعيشها المشهد الرائع من سيرته صلى الله عليه وسلم والحديث يرويه الشيخان وغيرهما من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وكان لي اخ يقال له ابو عمير قال الراوي احسبه فطيم يعني صغير بعد صغير وكان اذا جاء قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكلم هذا الطفل الفطيم يا ابو عمير ما فعلنه غير ها يا احباب تخيلتم الموقف حسيتم بروعته طفل فطيم يعني عمره حول السنتين اقل او اكثر اليس كذلك لما يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه ويداعبه بهذه الكلمات الرقيقة اولا لاحظوا معي ناداه منادات العقلاء البالغين يا ابا عمير مناداه فيها احترام ثم سأله عن مسألة خاصة بهذا الطفل مسألة مهمة بالنسبة لعالمه عالم الطفولة هي مسألة ذات شأن النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن طير صغير له لان المسألة هم هذا الطفل هذا في حذاته درس مهم في فن التواصل مع الطفل الصغير نحتاج يا احبة ان نتكلم مع الطفولة المبكرة فيما يخصهم ويهتمون له نحتاج ان ندخل عالمهم ونشاركهم في اهتماماتهم بصدق وحنان كي نحسن التواصل معهم ويصير في بيننا وبينهم جسور تواصل قوية هذا الحديث مليء بالفوائد اعجبني ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح والفتح من احسن الكتب في شرح صحيح الامام البخاري رحمة الله على الجميع يقول ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث عدة فوائد جمعها ابو العباس الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد وذكر ابن القاص في اول كتابه ان بعض الناس عاب على اهل الحديث انهم يروون اشياء لا فائدة فيها وضربوا مثالا لذلك بحديث ابي عمير هذا قال وما درى ان في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الادب والفائدة ستين وجهان ثم ساقها مبسوطة خلونا ناخد لقطة اخرى ومشهد اخر نشاهد روعة الاسلوب النبوي في التواصل مع الطفولة المبكرة كيف انه صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الطفل كان يعيش معه يتكلم لغته التي يفهمها يتفاعل مع الطفل في شأنه الخاص به تخيلوها الموقف معايا متخيلين طفلة صغيرة ترافق اباها الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يا احبتي حديث صحيح رواه الامام البخاري في صحيحه وترويه الطفلة صاحبة القصة واسمها ام خالد تقول ام خالد اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه سنه هو بالحبشية كلمة معناها حسنه حسنه يعني شوها الفستان الحلو قالت فذهبت العب بخاتم النبوة فزبرني ابي من ذلك يعني نهرني وزجرني ومنعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال صلى الله عليه وسلم يكلم هذه الطفلة الصغيرة ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي قال الراوي عبد الله بن المبارد فبقيت حتى ذكر من بقائها والمعنى ابلي واخلقي كثيرا اي تعيشين حتى تستهلك الكثير الكثير من الثياب اذا هو دعاء لها بطول العمر والله عز وجل استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فبقيت حتى ذكر من بقائها اي من طول عمرها حتى ذكرها الناس بذلك وعرفوها به هنا نجد يا احباب الرسول صلى الله عليه وسلم مبالغ في التلطف والود والبر يقول للصبية لهذه الطفلة الصغيرة هذه الكلمات الظريفة سنة سنة جميلة بلغة الحبشة تساءلت لما خاطبها بهذه اللغة لما بلغة الحبشة قال بعض الرواه لقد كانت هذه الصبية حديثة عهد بالحبشة حيث كانت عائدة مع المهاجرين من هناك وأكاد أجزم أن الصبية علقت في ذهنها بعض كلمات من لغة الحبشة وكانت تلهج بهذه الكلمات وتتضرف بها لما تراه من حبما حولها أنها تردد هذه الكلمات كما نرى آل الطفل يرددون لفغة الطفل ويحاكون لغته وهم في سعادة وسرور إذن صبيتنا لعلها كانت تردد كلمات سنة سنة مما تعلمته من لغة الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها بلغة الحبشة ترديدا لقولها والسحسانا لكلامها يعني مش بس أن نتكلم مع الطفل بل نريد أن نتخير كلماتنا التي هي أحب إليه وأقرب إلى فهمه وأحسن في التواصل معه يعني نريد أن نكون واعين للطفل وما يناسبه ثم تأمل معي كيف كان كلامه صلى الله عليه وسلم كله إيجابية كلمات المدح والثناء يعني مثل ما يقول الواحد مننا اليوم للطفل يا سلام إيش هالملابس الحلوة كلام يملأ قلب الطفل فرحا وسعادة ليس كذلك وكلنا يحب أن يسمع كلام الثناء ثم الدعاء للطفل وتكرار الدعاء للطفل والطفل يسمع تواصل جميل بكل ما في الجمال من معاني مين مننا يا أحباب يدعو لطفله وطفله يسمع ونقصد طبعا الدعاء الحسن دعاء الحب دعاء الرحمة دعاء يلامس حنانه قلب هذا الطفل فيبقى ذاكرا له إذن خلونا يا أحبة من اليوم نغير طريقة كلامنا مع أطفالنا الصغال خلونا نتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه معهم كلام الحب كلام الرعاية كلام الملاعبة وقبل ما نترك الكلام عن هالحديث لعلكم مثلي لاحظتم لقطة جميلة جديرة بوقفة تأمل فيها دروس وفيها عبر عارفين إيش هاللقطة التي أعني أحسنت قول الطفل صاحبة القصة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي من ذلك يعني نهرني ومنعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له دعها هذا سيكون إن شاء الله حديثنا في اللقاء القادم إن يسر الله وأعان حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا